في طريقه إلى إنجاز أكبر مصنع للبتروكيميوية في البصرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن متري سنويا يواجه العراق تحديات تقف عائقا أمام تحقيقها سيما في مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب عبر ورقة اعتذار شركة الشيل الهولندية عن الاستمرار بمشروع النبراس الذي انطلق عام 2015 مصادر للتغيير كشفت أن الشركة واجهت مشاكل ترتبط بعمليات ابتزاز تضاف إلى الوضع الأمني المضطرب في البلاد مشروع بحجم النبراس والذي تستحوذ شركة الشيل الهولندية على كلفة 11 مليار دولار في عقدها لإنجازه يعتبر من الأهداف التي تسعى حكومة السوداني لرفضها إلى اقتصاد العراق ذات المصادر أكدت بأن السوداني وجه بفتح تحقيقات لمعرفة أسباب اعتذار الشركة سيم أن المشروع يحظى باهتمام حكومي لما سيحققه من مردودات مالية ومكاسب اجتماعية التعول عليه الدولة في تعزيز موقعها في صناعة البتروكيميويات لكن تفاؤلا في أوساط اقتصادية هبت رياحه إثر ما يصنعه السوداني من حنكة في إدارة ملف الاستثمار وتهيئة بيئة خصبة له في العراق بعد أن صفعت تلك البيئة في سنوات ماضية بفعل توتر أمني وترهل نداري المشاكل التي حصلت بحسب خبراء باللوجستية التي حدثت بعد انسحاب شركة الشل من أعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة واحد النفطيين بالإضافة لمشكلة متعلقة بمدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية تحدي كبير يتمثل بتحويل مشروع إلى الواقع سيما أنه يهدف إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل ويتوقع أن يدر أرباح صافية تقارب 1.4 مليار دولار سنويا ما يجعله رابع أكبر مجمع للبتروكيميويات في العالم تحدي أمام حكومة السوداني والتي تسعى إلى تقوية بيئة الاستثمار في العراق الورقة الأكثر ربحا في تحصين الواقع الاقتصادي في البلاد